موسيقى عدة مرات اسمعنا عن المسيح كفادي فالسؤال ما هي خصائص أو مواصفات المسيح كفادي أول شيء لازم ندرك أنه المسيح أخذ جسد في ملء الزمان وصار إنسان صار إنسان ليتعاطف مع الإنسان لأنه واحدة من مواصفات الفادي لازم يكون شخص قريب حتى يفك أو يحرر أو يفدي الشخص الآخر فكان لازم يولد المسيح في بيت لحم كابن الإنسان لكي يفدي الإنسان فلاحظ معي الملائكة لا تستطيع أن تفدي لأنها خلائق مخلوقة الإنسان مخلوق على صورة الله والمسيح وصورة الله الغير منظور ثم المسيح كابن الإنسان ولد ولادة عذراوية حبل به من الروح القدس وجاء من عند الآب الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع لهذا السبب المسيح بدون خطية عاش بدون خطية لم يفعل خطية فإذن المسيح بدون خطية هو القادر على الفك والتحرير والشراء أيضا يستطيع أيضا الفادي أن يوفي العدالة يمكن القصة الحلوة في العهد القديم بنشوف كيف بوعز لأنه قريب لنعمة استطاع أن يفك استطاع أن يشتري استطاع أن يسترجع وطبعا رعوث أصبحت من نصيبه في قصة الحب قصة سفر رعوث لكن المسيح استطاع أن يوفي العدالة الإلهية والمطالب الإلهية مكتوب عن يسوع المسيح لم يعرف خطية جاء في شبه جسد الخطية ليدين الخطية جاء المسيح ليعالج مشكلة الخطية لأنه ابن الإنسان جاء ليحل مشكلة الإنسان فنحن ننتفع بهذا الفداء بعمله وكفارته على مر العصور وعلى مر الأزمان فإذن المسيح صار إنسان وهو إنسان كامل بلا خطية حتى يفدي يفك ويحرر وكفارته فداءه لها قيمة عظيمة في نظر الله لأنه بدون خطية ولأنه جاء من السماء فيستطيع أن يفك وأن يفدي كل خطايا البشرية على مر العصور وعلى مر الأزمان ومن ناحية أخرى أن يوفي المطالب والعدالة الإلهية فاجتمعت هذه الصفات في توازن كامل في شخص الرب يسوع المسيح الفادي الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذاب بل بدم كريم دم يسوع المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم اشتركوا في القناة